تقدمنا تعديل لقانون المسيء لكن الأمر لم يكون هناك وقت أو متسع حتى يتم تصحيح الوضع عشان لا يكون هناك عذر أو حجة هل طبق بأثر رجعي على الدكتور بدر الداهو؟ نص المادة 179 من الدستور إن القوانين لا تسري بأثر رجعي والدليل اللي ثابت إن محكمة التمييز أقرت بحكمها التاريخي السماح لبدر الداهو بالترشح والأمر متروك للشعب الكويتي أعلم كيف شطو نعم دكتور أحمد موضوع الحوار الوطني وموضوع العفو رأيك في ما حدث في الحوار الوطني وموضوع العفو عن النواب المهجرين إن كان بسلم البراك إن كان جمعان الحربش مبارك الوعلان سالم النملان وآخرين طبعا العفو أنا بعد ما أقسمت في قسم الدستوري في قاعة عبدالله السالم بعدها مباشرة اتجهت وطالبت للبوديوم وطالبت سيدي صاحب السمو أن يعفوا عن أبناءه يعفوا عن أبناءه من؟ أبناءه المهجرين بسبب اللي حصل ومعروف قضيتهم قضية دخول المجلس الأخ العزيز سالم النملان والأخ العزيز مسلم البراك والأخ العزيز مبارك الوعلان والأخ العزيز خالط طاحوس والأخ العزيز جمعان الحربش وكذلك الأخوة الآخرين نعم هل الحوار الوطني كان لدور في موضوع العفو؟ الحوار الوطني لم يأتي بشيء جديد طبعا فشل الحوار الوطني لأن خرجوا اثنين من الأخوان الأخ الدكتور حسن جوهر والأخ كذلك مهل المضف والحوار أصلاً العفو جاء من صاحب السمو بشهادة أصحاب المشكلة نفسهم مثل الأخ مسلم براك وسلم الملان ومبارك الوعلان وجمعان الحربش وخالد الطاحوس نسبوا الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لصاحب السمو والفضل يرجع لصاحب السمو هو صاحب العفو الكريم جزاء الله خير وتعتقد أن الحوار الوطني هل أتى بنتائج لا لا لم يأتى بنتائج بدليل أن هناك ملفات كثيرة لم الآن يصل دورها نعم دكتور أحمد خلناً تكلم عن تعديل النظام الانتخابي والدوار الانتخابية يعني في هذه الانتخابات مختلفة عن كل الانتخابات التصويت في البطاقة المدنية أبي رأيك فيه وأيضاً الحديث عن تعديل الدوار الانتخابية طبعاً البطاقة المدنية دخلت في مناطق جديدة اليوم الكل يصوت العدد أكبر هذا جانب أبي رأيك فيه في مرسومة ضرورة واحد وتعديل النظام الانتخابي بشكل كامل طبعاً نحن عندنا مادة بالدستور العدل والمساواة نحن في الدائرة الخامسة صراحة ظلمنا ظلم كبير من ناحية الكثافة السكانية العدد العدد أول شيء الناخبين بحدود 257 ألف يعني ربع مليون ربع مليون ناخب وناخب وفي دوار ثانية 70 ألف دائرتنا عن ثلاث دوائر ونص دائرتنا مظلومة من كل شيء مظلومة وشال التعديل اللي تحتاجه في هذا التعديل لازم يكون هناك مسح لجميع الدوائر وتكون نسبة وتناسبة نسبة وتناسبة يكون هناك عدالة عدالة من ناحية العدد حطنا المنطقة هذه فيها 20 ألف منطقة الدائرة هذه 20 ألف الدائرة الثانية 20 ألف لازم تكون مساواة إذا كانت هناك فروق تكون قليلة نعم ولكن ربع مليون والدوائر الثانية 70 ألف هذا ضبك نعم ما فيها عدالة ورأيك في مرسومة ضرورة وكذلك مرسومة ضرورة من ناحية التصويت بالبطاقة المدنية وكذلك إضافة المناطق أول أنا أصلا قدمت اقتراح كنت مطالب فيها نعم قدمت اقتراح بإضافة مناطق لا يوجد لها جداول انتخابية مثل صباح الأحمد مدينة صباح الأحمد مثل جنوب صباح الأحمد مثل المسايل مثل البفطيرة مثل الفنيقيس مثل أبو الحصانية مناطق أنا قدمت اقتراح بإضافتها في الجداون حتى يحق لهم التصويت والترشع والانتخاب إنه ليس معقولة منطقة كاملة مثل مدينة صباح الأحمد مدينة صباح الأحمد مدينة صباح الأحمد فيها لا يقل عن 150 ألف نسم الآن بعد إقرار مرسوم الضرورة وتفعيل البطاقة المدنية فيها أكثر من 17 ألف ناخب وناخبة يعني هذول ما لهم صوت ما لهم رأي ما لهم قرار في اختيار من مثلهم إحنا نتكلم لو نتكلم في أمور كثيرة غير التصويت وغيرها مدن أصلاً إحنا أصبحنا في صحرة وهناك تعمد تعمد بتعطيل جميع جميع ما يحتاجونه في الدائرة الخامسة من المناطق وغيرها نعم بس الحمد لله أبو عبد الرحمن إنه مرسوم الضرورة صحح الوضع الخاطئ اللي كان في ذلك